في المعارف الدينية وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ الآن لا أريد أن أدخل في البحث التفسيري لهذه الآية المباركة إلا أنها لا تدل على المطلوب من جهتين الجهة الأولى أعزائي أنها تقول أن هذه الأحكام ومن بلغته هذه الأحكام فهي حجة عليه ولكن السؤال بشكل واضح أن هذه الأحكام حجة عليه هل هي مقيدة بظروفها وشروطها أو غير مقيدة لا إشارة في الآية أنها من غير شروط الزمان والمكان من قبيل ما نقرأ أعزائي ولله على الناس حج البيت من استطاع عليهم من بلغه ذلك يجب عليه الحج ولكن يجب عليه الحج مطلقاً لو بشرطها وشروطها ومن الواضح أنه يجب عليه الحق إذا تحققت ماذا؟ الشروط كذلك هنا أعزائي نقول القائل بتاريخية الأحكام لا ينافي أن حلاله صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة يقول بلا إشكال أن هذه الأحكام أبدية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولكن بشرط أن تتحقق شرائطها الزمانية والمكانية والظروف المحيطة بها أما إذا انتفت تلك الشرائط فإن المشروط عدم عند عدم ماذا؟ عند عدم شرطه هؤلاء يتصورون نحن نريد أن نقول أن الأحكام مرتبطة بزمان معين لا أعزائي لا يقول أحد بذلك يقولون أن الأحكام مرتبطة بموضوعاتها وهذه الموضوعات إذا توفرت ظروفها الزمانية والمكانية فالحكم جاري إذا تغيرت فله حكم ماذا؟ فله حكم آخر لو كنا نحن بصدد نسخ الأحكام الشرعية كان يقال لنا لا أن الأحكام أن الإسلام وأن الشريعة الإسلامية تنسخ أو لا تنسخ لا تنسخ أبدا ليست كالشرائع السابقة التي انتهى أمد كشرعيتها ونسخت بشريعة الإسلام الإسلام ينسخ أو لا ينسخ؟ الجواب لا ينسخ الشريعة الإسلامية تنسخ أو لا تنسخ؟ الجواب لا تنسخ ولكن الكلام كل حكم شرعي مرتبط بظروفه أو غير مرتبط فإذا كان مرتبطا بظروفه فإذا وجدت الظروف وجد الحكم لم توجد الظروف لا يوجد الحكم مع أنه حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة بعبارة أخرى أن هذا النص ليس أوضح من النص الذي يقول حلاله صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة مع ذلك قلنا أن هذا النص يدل على عدم التاريخية أو لا يدل هذا أولا أعزائي هذه الجهة الأولى الجهة الثانية أعزائي أساسا محل الكلام شيء آخر سلمنا معكم أن الآية المباركة دال على عدم التاريخية وأنه الظروف الزمانية والمكانية غير دخيلة وهذه مرتبطة بالقرآن ونحن نتكلم ماذا نتكلم في السنة أعزائي شنو علاقة الأحكام القرآنية بالأحكام ماذا الواردة في السنة لأن الآية قالت وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه هذا القرآن ومن بلغ نسلم معكم أن كل الأحكام التي وردت في القرآن الكريم فهي ليست ماذا فهي ليست تاريخية ولكن إثبات عدمي أو عدم تاريخية الأحكام القرآنية لا يلازم عدم تاريخية ماذا الأحكام الواردة في السنة النبوية أو في سنة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ونحن الآن حديثنا أين أعزائي حديثنا ليس في الأحكام التي وردت في القرآن وإنما الأحكام التي وردت أين في السنة يعني التي صدرت من النبي يعني السنة بمعناه الأصولي الذي نقرأه في علم الأصول الآن فعلا قول النبي فعل النبي تقرير النبي من غير أن يرد أين في القرآن الكريم هل هي تاريخية أو ليست تاريخية هذه موضوعها شيء وبحثنا موضوع قاعدة الاشتراك شيء آخر